يطول أمد الصراع في اليمن فتطول معه معاناة اليمني تظهر الصور القادمة من كل منطقة في اليمن بعضا من حجم المأساة الكبيرة وما تفعله الحرب بالناس من مجاعة ومرض وخوف وضياع للحقوق وما خفي كان أعظم في المقابل يقرع جرس الإنذار عاليا للتحذير من تدهور سوء أعظم كارثة إنسانية على مستوى العالم كما صنفتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية برنامج الأغذية العالمي مثلا حذر من أن كل عام يمضي يدفع مليون شخص أو أكثر إلى حافة المجاعة المدير الإقليمي للبرنامج في منطقة الشرق الأوسط مهند هادي قال إن الصراع تسبب في كارثة إنسانية أدت إلى المعاناة والجوع على نطاق غير مسبوق وأن اليمن بأكمله يعاني من الجوع والفقر والمرض مسؤول البرنامج أيضا طالب جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف داعيا المانحين إلى مواصلة تقديم الدعم لإنقاذ الأرواح وتفادي إنزلاق المزيد من الأسر في اليمن إلى الجوع لكن كل هذه التحذيرات لا تكفي لمواجهة مأساة الحرب ولا لوقفها حتى فهي إلى اليوم لم تجد آذانا ثاغية لها